النهاردة حبدأ معيكو بسؤال مهم وبيتكرر معاي على طول وهو هل اعمل باطكس وفيلر ولا وصفات طبيعية ولا استخدم روتين مناسب من البيت هقولكو حاجة من الاخر وهي فكرة انه تستخدموا التلات حاجات بس بالمعقول بمعنى ايه؟ الوصفات الطبيعية مفيش قلق منها بس المهم تكونوا متابعين حد متخصص وفاهم فيها وبلاش مكونات كتير زيادة عن اللازم عشان ما ندخلش بقى في التهابات ومشاكل نبدأ نعالج فيها لكن انا مش ضد الوصفات الطبيعية بس تتعامل صح ونكون واخدين الوصفة من حد متخص الفيلر بصراحة ما بحبوش نقدر نقول ان سكين بوستر دلوقتي من الحاجات اللي طالعة جديد وحلوة جدا وبديلة للفيلر لانه مع الوقت بيضيع الملامح او بيغير ممكن ده كاترة تجميل كتير يزعلوا مني بس ده رأيه شخصي ونيجي بقى للباطكس اقولكو استخدموه مثلا بعد عمره معين يعني مش منه انتو صغيرين قوي لانه الجسم ممكن يكون اجسام مضادة ويبدأ بعد كده ما يستفدش منه في الوقت اللي احنا قصا محتاجينه فابدأوه متأخر على قد ما تقدره لما تبدأ التجعيد اللي هي بيسموها اللي هي دايناميك او متحركة بتتحرك معانا في التعبيرات فساعتها نبدأ نستخدمه قبل ما تبقى ستاتيك او سبتة وده بيكون بعد 35 تقريبا ارجوكو بلاش البنات اللي في سن العشرين تستخدموه وده رأي شخصي وشوية عن تجربة الحاجة التانية كمان انه كل ما ازود المدة بين الباطيكس المرة والمرة يعيبقى مرة في السنة مش كل ستة شهور بسرعة اروح او كمان اقل من ستة شهور عشان برضو مشكلة الانتي باديز او الاجسام المضادة والروتين بقى ده عشق لازم طبعا تعملوا الروتين ليه شعركوا وبشرتكوا وتهتموا بيه وتسهلوه على نفسكو بيقوا محتوط قدامكو كده واقعوا وتستغنوا عنه وبكده نبقى خلصنا المقدمة المهمة جدا ورديت على سؤالكو وهنروح لفاصل ونرجع تاني انتظرونا بحلقة قوية جدا اشتركوا في القناة